فيه سؤال هو مكرر وبيجي كتير يعني عبر الأزمنة لا ينتهي عن القروض فيه حاج القروض القروض البنكية وفيه شخص سائل بشكل يعني إيه مفصل شوية بيقول حيك أنا بشتغل سيلز بالبنوك في قسم القروض الشخصية أنا مجرد بخلص الأوراق للعمل اللي توافق لهم على القرد وابضيهم عشان القرد يمشي هل فيه أي شبهة عليك؟ هقوله خليك في شغلانتك وحاول تنقل في قسم تاني ننقل على اللي بعده اللي بعده ما يسابش الشغل ما يسابش الشغل بس يسعى فيه شغلة آخر بالظبط كده طيب هو أب مقتدر ويقدر أنه هو يصرف على أولاده وثم انفصله وفيه أبهات كتيرة جدا بيروح هو يتجوز وابتدي حياته من جديد ويخلي فعالة تانية وتبتدي هي الأمة بتشقى وتشتغل طول الوقت عشان عايزة تصرف على أولادها وتكبرهم وتعلمهم وهو شايل إيده تماما هي اللي بتعلم وتأكل وتربي وتعالج وتشتغل على هذا الأساس هي غير ملزمة وغير مكلفة بده ولكن مضطرة ما تقدرش تحرم أولادها أو تخلي فرصهم أقل من زميلهم أو الناس اللي في نفس مستواهم فهنا ده يعني الوضع ده كده حضرتك شايفه إزاي يعني مين هيتحاسب على إيه وهل الولاد هنا يطلعهم مدلالين زيادة عن اللزوم لأنها الأمة دي لبيت لهم احتياجاتهم زيادة مثلا لا ما هي الواجب على الأمة بقى تهم اللي احنا قلناها اللي هو إيه اللي هو إيه اللي هي تشركهم معها في كل حاجة فكل صغيرة وبيت نعم زيادة قد كده البيت نزلوا اشتيروا معايا ساهم وشوفوا المصاريف تمام تشركهم في كل اللي احنا الشفافية يعني اللي هو موجود طب الفلوس اللي هي مش ملزمة تدفعها سواء في تعليم أو في غيره شوف انا عايز اقول بس نقطة صغيرة هل دي تعتبر زكاة مثلا هل تعتبر صدقة هل تعتبرش خالص لا بس دي أحد بس دي قطعا قطعا الاب ده هو عمل جريمة يحاسبه عليها القانون ويحاسبه الله عليها في الدنيا قبل الاخر وهيشوف ده ما فيهاش كلام الام في الحالة دي هي العائل منهمش غيرها بس هي يجب عليها ان هي تعمل كده وتسعى قدر المستطاع وكمان يجب عليها ان هي تسلق المسلق القانوني وتحترف عضية نفق أمت سكوتش يعني زي ما هو يجب عليها ان هي تشتغل قدر استطاعتها ماشي كده برضو في نفس الوقت بنقول لها ما تسكتيش لا روح يخدي حقك روح يرفع عضية روح يشوفي الدنيا ما تعاديش كده طيب هل ده ما يحسب لهاش أجر ولا ثواب ولا صدقة زي ما حالت بتقولي اذا كان احنا الرجالة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الراجل اللي يرفع لقمة في في زوجاته في فم زوجاته له بها صدقة وده شغلانتنا أصلا وإحنا مكلفين بالإنفاق وإحنا البيت علينا إحنا وكفى بالمرء إثمن أن يضيع من يعول فأنا بعمل اللي ربنا أمرني به اللي هو واجب علي ومع ذلك باخد به صدقة وأجر طب هي بقى أنا أقول أن الله عز وجل سيضاعف ولها هذا مأجورة إن شاء الله طبعا تعمل حاجة مش دورها لكن ربنا يحسبه على تأثيره ويقزيها على فعله أو طبعا